اهلا بكم في حلقة جديدة من قناتنا محب أصفير الزينة زاهراتكم مرواب تكونوا بخير الفيديو ده حبينا نعمله لحضراتكم عشان نوضح لكم فواد الاستحمام للعصفير أولا الاستحمام يعني هو حاجة مهمة جدا للعصفير بحيث ان هو بينعيش العصفير بيخليها يعني في طاقة وحيوية جدا وبيحافظ على الريش بتاع العصفير وبيخليه بشكله جميل جدا وبيبقى لو فيه اي وسخ او اتساخ على جسم الطائر بيشيله تماما وبيخلي التيور نظيفة على طول وكمان في الصيف بيساعدهم عشان الاحتباس الحرارة اللي بيبقى في الصيف فبيساعدهم جدا الاستحمام عند العصفير ممكن يبقى بطبق او بوخاخ لو بطبق ان انت ممكن تجيب طبق صغير تحطه للعصفير جوه القفص بحيث ان انت ما تملاهوش كله وما يبقاش غويت بحيث العصفير لما ينزل فيه ممكن لو وطر اسه فيه ممكن يموت فانت ما تجيبه مش غويت وتملاه فيه شوية ما يقول لي بالبخاخ طريقة سعلى جدا هتجيب بخاخ بتاع اي حاجة اي برفان او او بخاخ بتاع اي حاجة هتملاه مياه بس تكون منظفهم الحاجة اللي فيه يعني لو فيه راحة برفان هتشيل الريحة ديت لو فيه راحة معطرات هتشيل الريحة ديت وتاخد وترش على العصفير بس راش يبقى خفيف يعني ترش على جسم الطهر بالكامل وكده تكون انت يعني حميته خلاص كده تمام الموضوع ده يتعامل كل مرة كل اسبوع مرة او ممكن كل اسبوع مرة اا مش محتاجة اقول لكم الاستحمام المهمة دي للعصفير لازم ان انت تعمل كده على طول لكن في الشتة طبعا ما ينفعش ان انت تعمل كده ممكن يبقى مرة كل شهر مرة كل شهر ونص لكن في السيف لازم جدا ان انت تعمل مرة كل اسبوع او مرة كل اسبوعين او كده خلاص حلقاتنا النهاردة لو اجاب الفيديو ما تنساش تعمل لايك وشير للفيديو عشان يوصل لكل الناس ولو مش مشترك معنا وعجبك الفيديو اشترك في القناة وفعل زر الجرس عشان يوصل لكل التنبيات الجديدة ونشوفكم في حلقة جديدة من قناتنا وحبها صفير زينة شكرا للمطابع موسيقى موسيقى موسيقى